طيب ما هي القراءة الآن التي يمكن الخروج بها بروفيسور بعد الحصول على هذه الأرقام من حيث القنوات التي حصلت على الرياضة ونوعية البرامج التي تم متابعتها رانا نشوفه طبعا في النتائج تظهر على الشاشة ولكن ماذا بينا أيضا نعطوها قراءة علمية حتى نستنطق هذه الأرقام التي نشاهدها معك والله يعني لما نشوف الداي تايم يعني تعالى توزيع نسب المشاهدة اليومي نشوف أنه ونقارن أيضا نتائج هذه السنة مع نتائج السنوات الماضية على كل حال فيها استقرارية يعني فيما يخص الرياضة يعني الشروق يعني احتلت الرياضة في سنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة هناك قنوات أخرى يعني ستتبرز وتتراجع يعني نحن نعطي على سبيل المثال القناة الأولى يعني التلفزيون الهمومي يعني تقدمت يعني في الترتيب هذا السنة القناة مثلا الباحية يعني تقدمت أيضا في الترتيب مقارنة بسنوات الماضية يعني وهذا راجع إلى نوعية البرامج يعني نوعية البرامج التي تم بسها وما هي الفترات هذا شيء مهم جدا الفترة التي يبث فيها الفترات تحديدا هي ما يصطلع عليه بأوقات الذروة يعني ممكن القول أنها بعد الإفطار إلى غاية الساعة الحديثة عشر هكذا نحن نخذ مثلا وقت الذروال يكون فيه مثلا من الإفطار من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة هذه الفترة وفترة أخرى يعني بعد البرايم تايم التي هي من العاشرة إلى ١٢ لـ١ تأليل ولو نشوف يعني ممكن سيد صفيان ممكن نعطيكم بعض المعلومات الإضافية على أن الشروق كانت الفترة من العاشرة إلى ١٢ لـ١ تأليل حازت على نسب كبيرة في نسب المشاهدة هذا لا يعني أنها في البرايم تايم كانت متراجعة وإنما نسب المشاهدة حصلت على نسب كبيرة خلال الفترة من عشر إلى ٢ لـ١ تأليل وهذا راجع ببساطة إلى نوعية البرامج المنطقة التي المشاهد اختارها وفقا لجودتها ونوعيتها